موسيقى رجعنا لكم في حلقة جديدة من برنامجكم زين و زين لكي نتعرف على أسرار التي تغلك جميلة طوال الوقت هذا الأسبور سنتعرف على طريقة جديدة في عالم إزالة شعر الزائد أما بالنسبة لكي نجرب لكم طريقة جديدة في عالم تزين أدافر التي تسمى نريز آت والتي جاءتنا من اليابان وككل حلقة سنبدأ بجولة في عالم الجمال لكي نرى كل ما هو جديد في مستحضرة جميل الشعر اللامع وحيوي جاء ميراكل اويل من شوختسكوف هات الزيت الخفيفة اللي ما تركش رواسب على الشعر تقنيته الخاصة المكونة من الزيود النباتية الخالصة النتيجة هو أن الزيت كيختفي وسواء كيبقى عناية خاصة كيقدمها هات الزيت للشعر كيسرع من تنشيف الشعر كيسهل المشطة ديالو وكيمنع من تكون اللي يفوقش في الشعر هو موجود في جديد الأشكال تلبية حاجيات كل سيدة الأول خاص بالشعر العادي والحساس والتاني كيخص الشعر العادي والكتيف الحصول على بشرة الأحلام هدا الوعد اللي كيقدموا ليك السيغوم إيدياليست ديستيلودر هاد السيغوم اللي عندو نتائج آنية وطويلة المدى كيجعل البشرة ديالك رطبة ومتوازنة في مدة ربعة الأسابيع فقط إيدياليست كيقلل من ظهور البقاع والنقاط السوداء بنسبة 9,60% وكيقضي على الخلايا الميتة هاد المنتوج أكد فعاليته فيما يخص الرعاية بالبشرة للحصول على بشرة الأطفال غوتيك شيك أول فكرة كاتجينا من اللي كنفتحو قرارتها عثر فوربيدن كيس من كشغيل بألوانها الأحمر والأسود للمستوحات من غوتيك هاد العثر غادي يحضب إعجاب السيدات اللي كيحبو خرط الخطوط الحمراء فيما يخص الإشهار فاكي تكلم على القوة المتمردة والحب الممنوع استفزازي جدا عطر أمور أمور لكل دوقات تركيبت المتكونة من المورود المعتارة بالفانيلا واللي كيددف لها المانداغين والبومبلموس هو إهداء لكل معجبات بتويلايت أحمر الشفاء كولو غيش من لوريال هو نجاح كبير للمركة الباريسية بفضله لوريال دو باري كترجع للأضواء من خلال السواء اللي كينمنحو الفيتامين أ اللي كيداعب الشفاء كولو غيش كيجين بألوان براقة وكيواكب صيحة الموسم وبهذا كيصبح الرفيق ضروري طيلة اليوم فاللون دياله كيبقى جميل الساعات إذن فهو من ضروريات داخل حقيبتك سيداتي تخلص من الشعر الزائد تخلص من الشعر الزائد هو حلم جميع السيدات اليوم كي العديد من الطرق المستحدات مثل الليوم يقبل سيء أو اللازر اللي كتعاوننا نزولوا هاد الشعر لأطول مدة واللي بغيت نشير ليه بأنهما كينا حتى طريقة اللي كتعاون باش نتخلصوا منه بصفة نهائية كيفاش يمكن السيدات يتخلصوا نهائياً أو جزئياً من الشعر الزائد؟ طرق عديدة ومختلفة هناك سيدات تختاروا إزالة الشعر الزائد بواسطة موس الحلاقة أو بواسطة لاسيغ أو بواسطة الوسائل الحديثة وهو موضوع حديثنا اليوم تقنية جديدة جدت كالنفس اللازر هي الإي بي أل أو للميار بولسي إنتانس أمينا سقلي وش يمكن تعطينا تفاصيل أكثر على هاد التقنية؟ هي عبارة عن أشعة ولكن أشعة ضوئية لما فيها حتى خطورة لما تتعداش لما تتعداش غير الجدر ديال الشعر إذاً ما فيها حتى شي خطورة لحسب الناس قبل كانوا يخافوا تقولك عندك تعطينا الكنسير عندك تعطينا هادئ المشكلة اللي تقدر تعطيه هما حروق ولكن إلا كانت الناسي غادي يديروها لك كفء ما غا تخاف أنت شي حاجة إزالة شعر الزائد بواسطة الإي بي أل كتحتاج لعدة حصص حسب كل زبونة للحصول على نتيجة جيدة من خمسة حتى العشرة ديال الحصص واللي كتكون متفرقة والنتيجة بعد هات الحصص ماشي نهائية حيث أنه ضروري السيدة تعمل حصة أو حصتين في السنة لأن الجدر ديال الشعر كيكون مازال نشيط فكيفش كتم هاد طريقة ووش كتسبب في الألم نتجي زبونة عنا على حسب أي جزء اللي غادي تعمل فيه الأشعة الأولا تنقوم بعملية إزالة الشعر بطريقة موس حلاقة موس حلاقة مثلا أنا بطريقة ديالي تنستعملوه غير في الدين الرجلين وفي الوجه لا المرحلة اللي كتبع إزالة الشعر بموس الحلاقة هي العملية اللي تنطرقو لها هي انفلاش انفلاش مع نقولوش كين ألم بزيف كتحس بحل واحد من ديشارش ميرا غير الحرارة ماشي الضوء ماشي وكتنتهي غير كان نقفو الفلاش ما كتحس تشي حاجة كتر إذن طريقة سهلة كيف ما كتشوفوه كتم إزالة الشعر بموس حلاقة ثم وضع الجيل خاص بهذا العملية اللي كتكون خاصية ديالو البرودة علاش؟ لأن لاليوميار بولسي انتنس هي عبارة عن حرارة ولهذا كتتوفر للجسم برودة ومن اللي كتتطلق الحرارة من الألة ما كتحش السيدة بالألم الأكيد أن الكل كيتسأل على المضاعفات وأنواع البشرة اللي يمكن لها تستعمل هاتطريقة لحد الساعة لا يوجد مضاعفات لمنحية لاليوميار بولسي انتنس لمنحية للعزيخ لأنواع صراحة المشكلة التي يكون فيهم هو الحروق إلى مثلا السيدة تعرضت الحروق في الحيثة هذه هي المشكلة التي يمكن أن يكون بالنسبة للمشكلة ستقدروا تديرها الناس اللي عندهم البشرة بيضة اللي عندهم البشرة السمراء ديال نحن من الغربة ولو السمراء مغلوقة شي شوية ما كيتش مشكلة لما يقدرش يديرها لما أفغي مولا لديك اللون الأسود اللون الأسود الإفريقي ممنوع عليهم على حسب هادوك إلى درواء يتعرضوا الفروق جد خطيرة وإلى جانب أصحاب البشرة الداكينة هناك أيضا عدد من الناس لازم يتجنبوا هذه العملية كالنساء الحوامل مرضى القلب مرضى الصرع أو الإبيليبسي الناس اللي كيعملوه لشيميو تيغابي ولغاديو تيغابي وكينزحوا الخباراء بعد هذه العملية بوضع ليك خوطوطال بالنسبة للمناطق اللي كتتعرض للشمس وكذلك تفادي الدهب للحمام في نفس اليوم أنا دائما تنشجع العيالات بالضبط يديروها بزاف لحسب النتائج جد مرضية وحسب النسبة للعيالات مثلا تيكون عندهم مشكلة في الجلد ديالهم سواء من يديروا لاسير أو من يديروا ذاك المسلحة تيخرج لهم الحبوب تيخرج لهم ديطاش تيخرج لهم حساسية من يبدو يديروا هاد لو لم يقفلسة انطنس قلت النوم هاد المشاكل كلها أنا تنصحوا بزاف لحسب البشرة تترجع ناعمة رطبة المنظر ديالهم تتشوفها تتبلك سحية وتيتخلصوا حتى البقع السوداء بخصوط في بورمايو تتنقى بزاف ديكل لون دياله تيرجع صافي وتيرجع بحل اللي تتكون سيدة طفلة أو تيرجع داك لبور دياله هكذا وفرجلين كذلك ما تتبقاش عنا هذا كل الحبوب ليتخرج ما تتبقاش عنا دوكلا الشيخ دياله تتديري مثلا لا تتبقى عندك البشرة ديالك تتحسي بها حرشا تتدوه زيدك وتتحسي بها مت تعجبكش أنا تنصح كل شي العيالات ما يخافوش ما فيها حتى شي مدره الحصاص ما كتتنمش بزاف وحتى النتائج تتبان من الحصة الثانية تترثة تبدأ تعقيهم نتيجة جد مرضية تنشجع كل شي جائرة إذا كنتم اعجابات المانيكور أو الفوزنغ أو الفرنفلاشي فحلقة التست اليوم ستتنال إعجابكم حيث سنجرب لكم فيها نيلز أغط اللي هو عبارة على فن تجميل الأدافر نجدكم مع الصور اليوم جيت نجرب واحدة التي ستعجب جميع السيدات وهي نيلز أغط جيو معي اليوم سنة ستتكلمنا أكثر على نيلز أغط سنة مونجور أشتقدر تقولنا لها الموضة جديدة اللي تسمى نيلز أغط نيلز أغط نيلز أغط هم سيديستان اللي كي ستكون لأدافر اللي كيكونو دي جامس بوغين إما بديكولر أو اللي كيكونو فيهم للافخنش اللي كيكونو سيديموتيف اللي كيكونو انبابي أو لا اللي كيكونو انبابي أو لا موتيف يا إما كيكون موتيلات أو لا على شكل دائري أو لا على شكل قلب أو لا على شكل وريدات اللي كنلسقهم على البرني هبكين كل سبيسيال 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 مرسي وسانا اسمات في أنه كينن بزاف ديالة ديال هاد لنيلز أغط أبار ليموتيف اسمات كينن شي تخوى موديل في لنيلز أغط ضرب American شكوم دائري مكان بزاف اللي كنلسقهم اللي كنن دايجا اللي كتكونن د Syndrome لمن دائل دائري اللي كنلسقهم اللي كنلسقهم لبل Thank you اللي کنديرو في الأنفانس أنا أشعر لكي نرى نبدأ؟ نعم قبل أن تبدأ لأولينة الأخ كما ترى معي حدثت لي أسباغة وقدثت لي بلاليم بفار بحل إذا كنت نقوم بفارة عادية الى عزيز اليومى هي الفرنس كنقرة لكي يتمكنون لأسفلينة الأخ ونجدون الفرنس أو لأسفلينة بأسفلينة أو لأسفلينة ويجبونة أشعر لأسفلينة ومع محيطة ومن الأحسن يكونوا بطفار شوية طوال باش هذو كليه موتيف كيبانو سنون بنسبة للسيدات اللي عندهم مشكيه ديال بطفار اللي ما كيتواليش لهم كيقدروا يلسقوا بطفار ويدروا فوق منهم هذي موتيف أصابوا سوري المسانة أش كدير داب هذي اللاميتو ديال الفخنش بالبانسو يعني مبقاتش هذيك الفخنش اللولى اللي كان ديرها غير بيدنا مجبني احتراه حجمي اقترح وقترح ريحة ابنفونث هذي اللي اخضاء اجازة اجازة تعالي جيدة موتيف كامل عشر أمسكا الوصول تخشك ولم ايضا ولم ايضا ولم ايضا عند هذه اللايات قالت تعالي الوصول أي من اجازة الناس تخشك الابس كم أن تأخذها أولا كدير ديكولار بحال ديكولار اللي كيتم ما شو مع كل نظارين شو مع كل شي ما شو لابسا شونا ولي كيدرون الناس بتزاب كيدرون هادلوني لس أخب او باز فرنش أو ديكولار؟ ديكولار بالبلان باش كدير لفرنش بين اكتب مملسا ومموتيف جائلا ديكولار بالبنج موجودة بنسبت لفرنش كيما كاتشوفو معي نصبت لفرنش كيمات كاتشوفو معي ديكات عطينا إلigans أرابر فوق هدلا باز كان بدهو ممتساوفو بلس كيف ترى في الحديث؟ كم الكشفة والمشارة والإعادة والمشارة والمشارة هل يوجد هذا الفرن الرائع كيف تكون هذا الرائع كيف تكون الوكسر أو كيف تكون الوكسر نعم. لكن في الوقت نبدأ بالصور della Purple Normal يدرون بسرعة. يجب التسولة. يجب التسولة عادية. إذا كانت تسولة عادية heiraceそう يجب الى عملية. نعم 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 لكي يتم إجعلها لكي يجب أن يتم التفاعل مرحلة ما يجب أن تكون الأمر مفقل إلى عام 2011-2012؟ هذا ما يجب أن يكون مفقق بالتفاعل يسمى المينكس بحقًا هذا هو البرناس الذي يجب عليهم لكن هذا هو السن برني الذي يجب عليهم ويجب عليهم الكولاق أو الكولاق سوف نقوم بتعديد هذا هو الثاني يجب عليهم أيضاً نعم أيضاً نحن هنا في المغرب ما نقدروا تصوبهم بحثنا في الدرس كيف يغيرت الحسن؟ لا، ما كينسقوش بحثيهم حيث سخصهم يسخنوا عاش تحطوا على الحسن عاش نقطعوهم صديب واحد شفتي هنا فيهم تقريباً نحاولو كنقطعوا على الحسن بلاتا يجيل هذه الأطفال ما تبقى؟ هذا يبقى ٢٠٠٠٠ يعني وخاكة الصل وخاكوشيني يبقى ٢٠٠٠ ما شوتيوا معي كان إحساس رائع جداً إنه نفسي بأني وإنهان مانيكور مكادي بمغير وفي نسبة لـ Nails Art والأكسسواع كان ديرو في الخر الأدافر بالنسبة للكولور وشكل ديالليموتيف كيبقى أشواء بيخصوني تقدري تديروهم في ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ولا تقدر تديروهم في ٢٠٠٠٠٠٠٠ على حساب التيل اللي بغيدي اسم ديالي حسنا عامل ديالي ٢٠٠٠ سانة جيتم بغيت نديرو الوكينج بالمعنى أنني في مرحلة انتقال من مرحلة الدراسة إلى مرحلة العمل بغيتني بتللوك ديالي كنت ديالجاك لبس عد جين و تيشارت بلا ببعنى أنني قد ندخل المايدة للعمل بغيتني بتللوك ديالي مدى لبس دي جوب دي شميز دي فاست و بالنسبة للمكياج ما كنت ندرش مكياج بالساف كنت ندر عادي ما كنت ندر أكريونها بالنسبة للمكياج ما كنت ندرش مكياج كيف ندر مصابة الحجبين ديالي بالنسبة لشعر ديالي ما عمل اسبقته ديال ما طويل ناتشغيل فبغيت ندرش الوك اللي بتلية من الجه ديالي وريني المرحلة انتقالية اللي قد ندخلها حاسنا الآن تكتعيش مرحلة انتقالية من دراسة لمجال العمل وبغيت تغير من شكلها لتصبح أكثر فعالية لأن المظهر الخارجي مهم بالنسبة لها بالنسبة لحسنة جيت بغيت تبدل الشكل ديالي شعر ديالها وبغيت بجدير كولوراسيون وحنا قطار حنا عليها فعواد لها كولوراسيون حنا تشعر باقي الوكيج ناتورال قطار حنا عليها باش ندروا لها دمش اللي غيواتيوها على حسب اللون اللي غيجي معوجها بالنسبة لكوب شعر طويل بالسيف ومبقى شفي الفوليوم احنا غنعطيه شوية ديال الفوليوم ونحيدو ديالي البوانت اللي ولا فوق شيء محروقين مع اللامي ديالتي ومع الشمش ونعطيوها إكيفالان لفزاج ديالها حسنا ما عمرها مصبغت شعرها وما عمرها عملت ليه انكوب في هذه الحالة اخترت الاختصاصية تحتفظ بلا كولور ديالها الأصلية أو الباز وتعمل عليها دمش المرحلة الأولى إذن هي التلوين لأن النتيجة على الشعر قبل الغسل كتكون أحسن موسيقى 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 بعد وضع الماش باستعمال أوراق الألوميوم سيتم غسل الشعر بعد ذلك وضع بلسم أو ماسك لمساعدة الشعر على التفاعل مع اللون اللي توضع موسيقى 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 الان غادي تم تقطيع الشعر بخصوص لكوبة دي الحسنة غادي تم الاحتفاظ بالشعر طويل مع ازالة كل مواجب ازالته لكن التغيير غادي يكون على مستوى لبتت فرانج وطريقة التسريح غادي تكون غاد لان الشعر تم تقطيعه بالتساوي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عندما هنا حسنة ندروا لها مكياج ديال طولي شوخ ديال الخطمة ديال خطمة ديال خطمة كل نهار يعني عادي عندها مشكل ديالي سوخ سيل وما اللي غا نشوفوا كيفاش غا نديرهم لها باش ما يبقاش عندها ديالي سوخ سيل المكياج اللي تم اختياره حسنة ما هو مكياج كيوال ملوتان ديالها اولا تم اختيار كريم اساس ليكيد بعد ذلك ضروري ازالة العيو بواسطة الانتي سيرن ثم تم تثبيت الكل بان بودغ لهات الغراب فيما يخص مكياج العينين وضعت حسنة خط اسود رقيق فوق العينين بواسطة فورشات وتحت العين تم وضع قلم اخضر بالنسبة للسيدات او الانيسات اللي ما تيحبوش يعملو الكحل وسط النعر فيما يخص الوان الفاقة بوبيير تم استعمال بيج المسكرا كتوضعها حسنة بطريقة خاصة كيف ما كنشوفوها للحصول على ندرة جميلة وكيف ما تمت الاشارة لي حسنة عندها مشكل كيخص كتفة الحاجبين هنا غادي نحاولو نساعدها كيفاش تولي توضع الماكياج عليهم لإعطائهم انفوغم تبينهم اكتر دابا غادي ناوريها كيفاش غادي تتعرف الترسيل حاجب ديالها غادي قبط من هنا ندلو كوا وغادي تمشي تحاول ترسمنا من حاجب ديالك بعد ذلك مرحلة وضع الفاغاجو ثم رسم الشفتين بواسطة قلم من لون بيش ثم الجلوس من نفس اللون أيضا وهنا كتنتهي مرحلة الماكياج نمرو المرحلة القادمة اللي هي ستيليزم حسنة عندها ستيلي ديال فتيات الممدرسات غالباً كتلبس جين تي شيرت وكتنتهي تعتمد على الأحدية البلا قمنا بجولة في المحلات واخترنا لها بعض الملابيس اللي غادي تمشى مع الوضعية ديالها الجديدة اللي وهي المرأة العاملة أول اختيار كي يوالم كتير مجال العمل اخترنا ينفاستو بلونوي اللي كتتميز بان دوبلور كتسمح بتساني الكمام وحطينا معها ان شميس بلوسيال مفتوحة من العنق على شكل كل اوفيسي وضعنا معهم سروال السود وأيضاً ساك واسكاربان وسانتور من نفس اللون الأسود لكي نحافظوا على الألوان فيما يخص لزاكسيسوار وضعنا صوت وغ متال لإعطاء مزيد من الأنوطة على الاختيار ديالنا الثاني اختيار هو انغوب ملونا بالبني الأسود والأبيض كتتلبس فوق الركبة وكيتوضع معها حزام خاص بها من اللون الأسود لبسنا حسنا اونيفاستان كوير كتمشي مع الموضة ديال الفصل وكذلك البوتين من اللون الكمال الأكسيسوار وضعناها حلقات بغنز وساك من اللون الأسود الاختيار الأخير اليوم تغي عليه اللون الأزرق هذا اللون يبقى على الموضة في جميع الفصول ويعطي طبع الرسمية هنا اخترنا شميس بديموتيفون غوز ونجوب في اللون الأزرق موضوع عليها حزام أسود احطينا معها ساك أزرق أيضا ونبغس لانميتال لكن يحتوي على رباط من اللون الأزرق أيضا أما الحداء فاخترناه بيج لإعطاء جمالي أكثر هذا لأن الحداء البيج دائما يوصي به الأخيسائيين لأنه يعطيه شكل خاص للساقين ولمحسنة كثير كيف تحصي على الموضة سعيدة اخترنا بيجانب في مهاجسة بالنسبة لماكياج وكل مكياج ومع صاحب المشيء وما بانه بالنسبة لكوب والأكل اللعنة التي ترتاح هي أن ماكياج بالنسبة لحواج ديالي كميدة العملية سوف ندخل به من المدينة التي تقوم بعملها بالجوب تقوم بعملها بالجين والتيشيخ سيبيان والتي تقوم بعملها بالجوب شكراً جيداً جيداً وهي حسناً صبحت جاهزة للعمل بلوكو ستيل مختلفين وكيم كلاهات تلبس هذه المنابيس كل يوم برحة كاملة شكراً لجميع المشاهدات الوفيات اللي بعتوا لنا برسائل كثيرة عبر البريد الإلكتروني ونحن كاعاتنا سنجاوه إلى أكبر عدد ممكن من تساؤلاتكم اليوم معنا هذا 31 سنة والتي تتسائل على كيفية الحظ من ظهور التجاعد اللي اكتشفتها منذ مدة قصيرة هذه هذا ظهور التجاعد هو مسألة تزعج العديد من السيدات وهو مؤشر على التقدم في السن منسبة أخي سائل جلد ينسحونا أن نحاربوا هذه التجاعد بالوقاية المبكرة بالتغذية السليمة بالابتعاد عن التدخين وممارسة الرياضة بشكل مستمر وعنصر آخر اللي كتبنا في ظهور الشيخوخة المبكرة هو أشاعات الشمس اللي كتساعد على ظهور هذه التجاعد على الوجه والأماكن الظاهرة من الجسم دينا كالعنق واليدين هذا الشيء لكي نسحكم دائما باستعمال واقي من الشمس اللي تكون الدرجة دياله كتفوق 30 سواء في الشتاء أو لف الصيف برنامج ديالكم للأسف وصل لنهايته كنعطيكم موعيد الأسبوع المقبل والسلام عليكم اشتركوا في القناة